الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن المؤمن يؤمن إيماناً تاماً بأن الله هو المتصرف في الكون وأنه سبحانه يقلب أحوال المخلوقات ما بين حال وآخر ومن هنا فإنه يستجيب لأوامر الله على اختلاف ما يمر به من الأحوال ومما يغير الله به أحوال الكون ما يتعلق بأمره الكسوف والخسوف فإن رب العزة والجلال يذهب ضوء الشمس والقمر في أوقات محددة بقدرته جل وعلا وتدبيره وخلقه وقد شرع الله عز وجل للناس عند حصور هذه الظواهر الكونية أن يعودوا إلى الله فيتقربوا إليه بأنواع من العبادات ولئن كان وقت الكسوف والخسوف معلوماً بحساب جريان الشمس والقمر ومعرفة متى يختفي ضوء كل واحد منهما فإن معرفة وقت الخسوف لا تنفي أن تكون هذه الظواهر من الآيات التي يخوف الله بها العباد وذلك أن العبد في حال الخسوف والكسوف يستشعر أن الرب الذي أذهب ضوء الشمس والقمر قادر على إذهاب كل ما في الكون بما فيها حياة الإنسان ومن ثم فيخاف من الله جل وعلا ثم إن العبد يستشعر أن القادر على هذه المخلوقات العظيمة قادر عليه فيخاف منه جل وعلا ثم إن وجود الخسوف والكسوف يشعر العبد بأن الحياة لا يلزم أن تسير على طبيعتها وروتينها الذي اعتاده الناس بقد تتغير بقدرة الله جل وعلا ومن ثم نستشعر هذا المعنى فنخاف من الله جل وعلا ثم إن الشمس والقمر يخسفان يوم القيامة فحصول الخسوف للشمس والقمر يذكر الإنسان بالآخرة ومن ثم يجعله ذلك يخاف من الله جل وعلا ومن هذا المنطلق كانت هذه الآيات الكونية مما يثير مخاوف العبد من ربه جل وعلا فإن قال قائل كيف تنمون الخوف من الله فيقال إن الخوف من الله فيه طمأنينة من جهة وفيه صلاح أحوال العبد من جهة أخرى فإن الله قد رغب المؤمنين في أن يخافوا منه كما قال تعالى ويحذركم الله نفسه ووعد الخائفين بالثواب الجزيل فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ومتى كان العبد خائفا من الله زال خوفه من الخلق لأنه يوقن بأن الله هو المتصرف في الكون فيقدم مخافة الله على مخافة غيره سبحانه وتعالى وهكذا أيضا عندما نستشعر أن من نخافه هو من نرجوه وهو محل الرجاء ومعقد الأمل كان ذلك أيضا من أسباب طمأنينة النفوس فلعلنا نقرأ بعض الأحاديث الواردة في مختصر صحيح الإمام البخاري في كتاب الكسوف فليقرأ القاري بارك الله فيه الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الكسوف عن أبي بكرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه مستعجلا حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس ثم أقبل علينا فقال فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده فإذا رأيتمها فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم وذلك أن ابن للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم فقال الناس في ذلك هذا الحديث فيه الاجتماع إلى أهل الخير والعلم كما كان الصحابة يجتمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أن ننكساف الشمس وخسوف القمر في زمان لا يعني فساد ذلك الزمان ولا يعني أن أهل الزمان قد غضب الله جل وعلا عليهم فإنه لم يأتي شيء من الأدلة يدل على هذا المعنى وفي الحديث مشروعية صلاة كسوف الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهي محل إجماع في الجملة وقوله فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه الرداء ما يكون من الثياب لأعلى البدن فكأنه لم يرتبه من أجل استعجاله لأداء صلاة الكسوف وفي الحديث أن صلاة الكسوف تقام في المسجد وأنه ينادى لها وقد ورد في بعض الأحاديث بأنه يقال الصلاة جامعة وفي الحديث أن صلاة الكسوف تؤدى على ركعتين قد استدل الحنفية بحديث الباب على أن صلاة الكسوف تماثل صلاة الفجر بحيث يكون في كل ركعة ركوع واحد والجمهور يقولون بأن صلاة الكسوف تكون بركعتين في كل ركعة ركوعان وقد تواتر الخبر في ذلك وقول الجمهور أرجح من قوله الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع وعند أحمد أنه يجوز أن تفعل بركوعين وثلاثة وأربعة في كل ركعة لورود أحاديث في ذلك والذي يظهر أن زيادة الثلاثة الركوعات والأربعة روايات شاذة فإن كسوف الشمس لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة ومن ثم فإن الأرجح هو قول الجمهور بأن صلاة الكسوف لا تؤدى إلا بركعتين في كل ركعة ركوعاني وفي الحديث استحباب إطالة الصلاة صلاة الكسوف حتى تنجلي وتتضح الشمس وقد عنونا الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله باب من جر إزاره من غير خيالاء ولكن الحديث إنما هو في الرداء وليس في الإزارة وفي الحديث التذكير بعظم نعم الله على العباد بالشمس والقمر وأنها من العلامات العظيمة الدالة على الله وعلى قدرته وفي الحديث أنه لارتباط بين كسوف الشمس وموت بعض الناس فقد كان أهل الجاهلية يعتقدون أنه إذا مات عظيم من أهل الأرض إن كسفت الشمس لموته وهذا الاعتقاد اعتقاد فاسد لا تأثير له وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز أن نجعل أمرا سببا لآخر ولا علاقة تأثيرية بينهما وفي الحديث مشروعية الخوف من الله جل وعلا وأنه من العبادات التي يتقرب بها إليه سبحانه واستدل الحنابلة بالحديث على مشروعية خسوف القمر فكما أن كسوف الشمس يصلى له فهكذا خسوف القمر والجمهور على اقتصار الصلاة على كسوف الشمس ولكن الحديث فيه تصريح بمشروعية صلاة خسوف القمر ولذا قال فإذا رأيتم هما يعني رأيتم خسوف الشمس أو القمر فصلوا وفي الحديث مشروعية الإكثار من الدعاء عند كسوف الشمس وأخسوف القمر وفي الحديث مشروعية إلقاء الخطب لإبطال الاعتقادات الفاسدة التي يعتقدها الناس توارثاً عن آبائهم لم يثبت بها دليل ولذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة لإبطال ذلك الاعتقاد الجاهلي نعم احسن الله إليكم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فقوموا فصلوا نعم في الحديث أن مشروعية صلاة الكسوف ومشروعية صلاة خسوف القمر وفي الحديث إبطال الاعتقاد الجاهلي بأن الكسوف يكون لموت أحد من الناس وفي الحديث بيانوا أن الشمس والقمر علامات من علامات قدرة الله جل وعلا وفي الحديث مشروعية القيام لصلاة الخسوف والكسوف وجمهور أهل العلم على أن صلاة الخسوف من فروض الكفايات بحيث يجب على الأمة أن يكون فيهم من يؤدي هذه الصلاة وبالتالي إذا كانت من فروض الكفايات فيجب القيام لها لأن النوافل يجوز أن تؤدى والإنسان جالس بخلاف الفرائض فإنه لا بد من القيام لها للقادر على القيام حسن الله إليكم قال عن ابن عمار رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا في الحديث إبطالوا الاعتقاد الجاهلي في هذا الباب وإثباتوا أن ذلك بقدرة الله ولحكم يراها سبحانه وفي الحديث أيضا من الفوائد التذكير بالآيات العظيمة والتي قد يتبلد حس لإنسان لإعتياده عليها وفي الحديث أن الصلاة الخسوفي واجبة لكونه أمر بها في قول فصلوا والجمهور على أنها من فروض الكفايات حسن الله إليكم قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس إن كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا الله حتى ينجلي فالحديث أن كسوف الشمس لا يعني فساد أهل الزمان ولذا كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ابن النبي قد سماه النبي وأمه ماريا الكبطية ومات وهو ابن أربعين يوما وقد ظن بعض الناس أن كسوف الشمس كان بسبب موته فخطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة لإبطال هذا المعتقد الجاهلي وفيه أننا لا ينبغي أن نجعل أمرا سببا لآخر إلا بناء على دليل سواء كان دليلا من الشرع أو دليلا من الحس والتجربة وفي الحديث من الفوائد مشروعية صلاة خسوف القمر كما قال بذلك فقهاء الحنابلة وفي الحديث أن صلاة الكسوف من فروض الكفايات وفيه مشروعية دعاء الله عند حصول الخسوف وينبغي أن يستمر في الصلاة والدعاء حتى ينجلي الخسوف والكسوف وفي الحديث أن الدعاء يكون لله وحده وأنه لا يصرف لأحد سواه نعم حسن الله إليكم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة وإن يهودية منهما جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر وقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعذب الناس في قبورهم فإن عجوزين قالتاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذاً بالله من ذلك نعم عذاب القبر صدقة إنهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم كلها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غادات مركباً فخسفت الشمس فرجع ضحاً فمر بين ظهراني الحجر فخرج إلى المسجد وبعث منادياً بي الصلاة جامعة فصف الناس وراءه فكبر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام وجهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته فاقترأ صورة طويلة فلما فرغ من قراءته كبر ثم ركع فأطال الركوع ثم قال سمع الله لمن حمده كما هو فقام ولم يسجد فأطال القيام وهو دون القيام الأول فافتتح بصورة أخرى وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد سجدتين فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى فقام قياما طويلا دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويل وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد وهو دون السجود الأول فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات ثم سلم وانصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال في كسوف الشمس والقمر إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يريهما عباده لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وافزعوا إلى الصلاة وكبروا وصلوا وتصدقوا حتى يفرج عنكم ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت عمر بن لحي يجر قصبه وهو الذي سيّب السوائب ثم أمرهم أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر في الحديث من الفوائد جواز وجود الزيارة بين المسلمين وغيرهم وجواز أن يدخل غير المسلم في بيت المسلم ولذا دخلت هتان العجوزان من عجز يهود المدينة وفي الحديث جواز تقبل سؤال غير المسلمين وجواز الصدقة عليهم من غير الزكاة وفي الحديث من الفوائد مشروعية أن يدعو المتصدق عليه للمتصدق وفي الحديث من الفوائد إثبات عذاب القبر وأن أهل القبور يعذبون في قبورهم وقد كيل بأن قوله تعالى أدخل آل فرعون أشد العذاب أنه يراد به عذاب القبر في الحديث من الفوائد أيضا تأكد الإنسان من الأخبار والإشاعات التي تصل إليه ولذا لما سمعت عائشة هذا الخبر من اليهوديتين لم تبادل لتصديقهما وتوقفت حتى تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه الرجوع إلى أهل الاختصاص الموثوقين فيما يعرض للإنسان من الأخبار وفي الحديث مشروعية التعوذ من عذاب القبر كما تعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وفي الحديث أن الخبر الصادق يصدق ولو أتى به من لا يعرف بالصدق سابقا ولذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم خبرهما لا لذاته وإنما لموافقته للواقع وفي الحديث من الفوائد وقوع الخسوف في عهد النبوة وأن ذهاب ضوء الشمس يسمى خسوفا كما يسمى كسوفا وفي الحديث مشروعية صلاة الخسوف عند ذهاب ضوء الشمس وفي الحديث مشروعية أداء صلاة الكسوف في المساجد جماعة وفيه أنه ينادى لصلاة الكسوف بلفظة الصلاة جامعة وقد رويت بالرفع وبالنصب الصلاة جامعة والصلاة جامعة والصلاة جامعة وكلها واردة في الأحاديث وبأيها نوذي جاز النداء وفي الحديث أنه يرتب الناس في صفوفهم في صلاة الكسوف كما يرتبون في بقية الصلوات وفي الحديث من الفوائد مشروعية طالة القيام في صلاة الكسوف وإكثار القراءة فيها وفي الحديث أن صلاة كسوف الشمس يجهر بالقراءة فيها كما هو مذهب أحمد وجماعة من أهل العلم فإنه صرحت عائشة بذلك فقالت وجهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته وبعض أهل العلم قال بأن صلاة الكسوف نهارية وصلاة النهار لا يجهر فيها وسدلوا برواية عن ابن عباس أنه قال قرأ نحوًا من سورة البقرة قالوا لو جهر لعلم بما قرأ ولكن الذي يظهر أن ابن عباس كان صغيرًا حال حادثة الكسوف وبالتالي لم يضبط ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي الحديث أنه يستحب أن يخصص لكل ركعة من ركعات صلاة الكسوف سورة مستقلة وفي الحديث من الفوائد أن صلاة الكسوف يركع في كل ركعة ركوعين يركع في كل ركعة بركوعين كما قال الجمهور خلافًا لي أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفيه أنه يقرأ في كل ركعة مرتين قبل الركوعين وفي الحديث أنه عند الرفع من الركوع الأول ومن الركوع الثاني يقول سمع الله لمن حميده ولا يقول الله أكبر وفي الحديث أيضا من الفوائد استحباب أن تكون القراءة الثانية أقل من القراءة الأولى وأن الركوع الثاني أقل من الركوع الأول مع إطالة الركوعين وفي الحديث أن الإمام يقول بعد رفعه وقوله سمع الله لمن حميده يقول ربنا ولك الحمد بعض أهل العلم قال يكتفي بقول سمع الله لمن حميده ولكن حديث الباب يرد قوله وفي الحديث أن كل ركعة من ركعات صلاة الكسوف فيها سجدتان ويستحب إطالة السجود وأختلف هل يسوى بين السجدتين كما قال طائفة أو تكون السجدة الأولى أطول من السجدة الثانية وفي الحديث أن القيام الأول في الركعة الثانية يكون أقل من القيام الأول في الركعة الأولى والجمهور على أن القيام الأول في الركعة الثانية يماثل القيام في القيام الثاني في الركعة الأولى وفي الحديث مشروعية طالة الركوع والإكثار من تسبيح الله عز وجل في ركوع صلاة الكسوف وفي الحديث مشروعية التسليم بعد ركعة صلاة الكسوف وفي الحديث استحباب أن يكون لصلاة الكسوف خطبة كما قال الجمهور والحنابل يقولون بأنه لا خطبة للكسوف والخطبة التي خطبها مع الكسوف قالوا هي لرد المفهوم الخاطئ والعقيدة الفاسدة ولذا لما أمرهم قال صلوا وادعوا ولم يذكر الخطبة ولعل الأظهر هو مشروعية الخطبة لصلاة الكسوف كما قال الجمهور خلافا للحنابلة فهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث مشروعية بداءة الخطب بحمد الله والثناء عليه بدون أن يكون هناك بسم له وفي الحديث التذكير بفضل الله على العباد بوجود الشمس والقمر والتذكير بعظمهما وعظم خالقهما سبحانه وتعالى وفي الحديث أيضا إبطال الاعتقاد الجاهلي بأن الخسوف والكسوف يحدثان لموت أحد من الناس وفي الحديث مشروعية الصلاة والدعاء عند حصول الكسوف وأنه ينبغي الإسراع إلى صلاة الكسوف وفي الحديث مشروعية التكبير عند وجود الخسوف وفي الحديث أيضا استحباب الصدقة عند وجود الخسوف ولذا قال وتصدقوا حتى يفرج عنكم وفي الحديث بيان شيء من صفتي الشمس والقمر وفي الحديث مشروعية نداء المجموع بما يشملهم ولذا نادى النبي صلى الله عليه وسلم الناس بقوله يا أمة محمد وفي الحديث جواز الحلف واليمين بدون أن يطلب من الإنسان من ذلك وأن من أيمان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول والله وفي الحديث إثبات الغيرة لله جل وعلا وفي الحديث التشديد في أمر الزنا وبيانه أنه من الذنوب العظيمة الشديدة وفي الحديث تذكير الناس بما يحصل في يوم المعاد ليستعدوا له وفي الحديث أيضا بيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أراه الله جل وعلا الجنة والنار وفي الحديث أيضا أن الجنة لا ينتقل شيء مما فيها إلى الدنيا ولذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ قطفا من الجنة لم يمكن من ذلك وفي الحديث التحذير من نار جهنم وشدة العذاب الواقع فيها حتى إنها ليحطم بعضها بعضا وفي الحديث أيضا تحريم تسييب السوائب والمراد بالسائبة والناقة يهملونها ويتركونها إذا بلغت سنًا معينًا أو جاءت ببطونٍ معينة فيرون أن من الواجب على صاحبها أن يقوم بإطلاقها وأن يسيبها فهذا اعتقادٌ جاهلي أبطله دين الإسلام وأبقى ملك مالك هذه البهائم عليها قال تعالى ما جعل الله من بحيرةٍ ولا سائبة وفي الحديث مشروعية التعوذ من عذاب القبر ومشروعية أن يتعوذ من عذاب القبر في الصلاة ولعل المراد بذلك أن يتعوذ من عذاب القبر قبل السلام كما ورد في بعض الأحاديث الأخرى حسن الله إليكم قال عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلث ثم جلي عن الشمس فقالت عائشة رضي الله عنها ما سجد سجوداً قط كان أطول منها نعم في الحديث حصول الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومشروعية صلاة الكسوف ومشروعية ينادى لها بلفظة صلاة جامعة وفي الحديث تأييد مذهب الجمهور بأن صلاة الكسوف تكون بركعتين في كل ركعة ركوعاني وسجدتاني وفي الحديث إطالة السجود في صلاة الكسوف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الله إليكم قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصل بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره في الحديث حصول الخسوف الشمس في عهد النبوة وقوله قام فزعا فيه مشروعية الإسراع لصلاة الخسوف عند حصوله وقوله يخشى أن تكون الساعة وذلك أن الساعة فيها يخسف القمر والشمس وفي الحديث من الفوائد أن صلاة الكسوف تكون في المسجد وأنه يطال الركوع والقيام والسجود فيها وفي الحديث مشروعية الخوف وزيادته وأن العبد قد يزداد خوفا من الله عند حصول بعض الوقاع الكونية وفي الحديث أنه ينبغي بالإنسان أن يزداد خوفه من الله عند حصول الخسوف وذلك لأن الخسوف يذكر بقدرة الله على العبد فمن غير حال الشمس والقمر قادر على أن يغير أحوال العباد ولأن ضوء الشمس والقمر نعمتان من نعم الله على العباد فزوالهما بقدرة الله دليل على قدرة الله على إزالته النعم من عند العبد فيخاف العبد من الله أن يزيل نعمه ولأن الشمس والقمر يخسفان يوم القيامة فخسوفهما يذكر بذلك اليوم العظيم فيزداد خوف الإنسان من ربه ولأنه قد يكون حال خسوف الشمس والقمر إمكانية لتغيرات في الكون لا يعلم العبد عنها وبالتالي يخاف الإنسان من مثل هذه التغيرات فإن ذهاب حرارة الشمس أو ذهاب ضوء القمر قد يكون له آثار على الأرض فأنتم تعلمون مثلاً أن المد والجزر وحركة الدم يكون لها ارتباط بوقت بدر القمر وهلاله وهكذا تعلمون أن الشمس بحرارتها تؤثر على الأرض فإذا زالت هذه الحرارة قد يكون هذا من أسباب تغير بعض الوقائع الكونية ولذا فإن العبد يزداد خوفه من الله بمثل ذلك وليعلم بأن العبد ينبغي به أن يوقن بأن الله قادر عليه في كل أحواله فليس من كان راكباً في السفن حال تحرك الرياح بأمكاً لله من حال ذلكم العبد الذي في بيته وفي فراشه وبين أهله ولذا فليعلم بأن القادر على العبد حال ركوبه الأهوال أو استقلاله في الطيران في الهواء أو في غير ذلك من أحواله تتماثل قدرة الله جل وعلا بالنسبة له مع قدرته على ذلكم العبد الذي عنده من أسباب أمنه وطمأنينته الشيء الكثير فالله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى وكم من شخص أتته الأحداث والمصائب وهو بين أتباعه وفي سلطانه وعند توفر ماله ومع ذلك لم يغني عنه ذلك من الله شيئاً بارك الله فيكم وفقكم لكل خير جعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين